موسيقى يقول السائل ما هي عقوبة مانع الزكاة جهوداً في الدنيا وفي الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد مانع الزكاة في الدنيا جهوداً هذا كل مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب قبلت توبة وإن لم يتم كان عياذاً بالله ممن رضي لنفسه أن يعترض على أمر الله تعالى وبذلك لا يلومن إلا نفسه فهو من اختار أن يخرج من دائرة التسليم لأمر الله تعالى أما من تركها تكاسلاً فهو مسلم عاصي يرتكب أكبر الكبائر فعقوبته في الدنيا كما قلت أن إمام المسلمين مؤتمن على شرع دين الله قال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولذلك فإن إمام المسلم يتدخل ويأخذ منه المال عنوة أي مال الزكاة لأنه حق الله تعالى الذي أوجبه في أموال الأغنية ليرد على الفقراء والذي يؤتمن على ذلك هو إمام المسلم فيأخذه عنوة منه ويعطيه للفقراء ثم يأخذ شطر مالي تأديباً له هذه عقوبته في الدنيا العقوبة الشرعية أما العقوبة في الآخرة فإنك لترى العجب العجاب ففي القبر حينما قرأ قوله تعالى سبحانه عز وجل نبينا ألا تحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله واخرون لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات ولله خبير بما تعملون خبير هنا حينما يدخل القبر المانع الزكاة يتمثله له شجاع أقرأ ذو زبيبتين يأخذه بالهزمتي ويقول له أنا مالك أنا مالك الذي كنزده أنا حق الفقراء في مالك الذي أخذته وامتنعت عن تأدية حق الله في مالك للفقراء وهذا معناه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فهذا نوع من العقوبة في القبر أي أن المال يمثل لهم ثباناً أسود ويعذبهم في قبورهم ثم يوم القيامة فالعذاب كما ورد في أحاديث كثيرة جداً فمانع الزكاة من الفضة والذهب يمثل لهم صفائحة من حديد يحمى بها عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تعالى سبحانه عز وجل في منع الزكاة أن الله تعالى يعاقب منع الزكاة بهذه الطريقة حيث تكوى الجباه في البداية لأن الغني إذا رأى الفقير وانطعض فأول من يصرف عنه يصرف الوجه فكان الوجه هو أولى بأن يحرق ويكوى بهذا الذي كان سبباً في أن يبتعد عن الفقير ثم جنوبهم ثم ظهورهم هذا عقاب مانع الزكاة من الفضة والذهب وما إلى ذلك أما الذي يمتنع عن تأدية الزكاة فيما يسمى بالإبل والبقر والغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يحشر يوم القيامة مانع الزكاة في أرض قرقر أي أرض لا كدية فيها منبسطة ثم يشبح على الأرض فتأتي إبله فتمر عليه بحوافرها الأولى إلى الآخرة ثم تعود في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة إلى أن يحكم عليه بعد الحساب في جنة أو في نار وكذلك من مانع زكاة البقر فالبقر أيضاً تمر عليه الأولى إلى الآخرة وتعود في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة حتى يحكم عليه يوم القيامة الجنة أو النار وهكذا من كانت له شياة تمر عليه الشاة بأضلافها وتنطحه بقروحها بقرونها في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة ليرى مقعده من الجنة أو النار بعدما يحكم عليه ويحاسب يوم القيامة هذا عقاب الذي يمنع الزكاة في الإبل والأنعام أما الذي يمتنع عن تأدية الزكاة من غير هذين في الركاز وفي الخضروات وفي الفواكه وفي الحبوب فذلك أيضا ممن يعذب عذابا يوم القيامة ويكفي أن يعرف الإنسان أن العبد إذا كان يخرج الزكاة والصدقة فهي ظله الذي يستظل به يوم القيامة ومن لم يفعل ذلك يعرض للشمس في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة حتى يغرق في عرقه وينادي يا رب اعتقنا من هذا الموقف ولو إلى النار لذلك واجب على المسلمين في مثل هذه الأيام كما أنهم يؤدون الصلاة ويحجون وقت الحج أن يبادلوا لإخراج حق الله في أموال الأغنياء ليرد على الفقراء ففي ذلك من الخير لهم في الدنيا والخير في الآخرة من الله به عليم ومن جحد أو امتنع فلا يلوم النأي إلا نفسه وصل الله على حبيبنا محمد شكرا